تفتكر ايه القصة اللي ورا لوجو شركة تسلا وليه هو بالشكل ده لوجو تسلا الحالي من تصميم R.O. Studio واني بالنسبة هم نفس الستوديو اللي صمم لوجو شركة SpaceX التباعة برضو لإنو الماسك ولو حطينا نفسينا مكان R.O. وهم بيصمموا اللوجو ده فهم بكل بساطة ركزوا على اكتر حاجة بتميز فعلا عن العربية دي وهي حنيتها عالطبيعة وقلبها لا لتغي قلبها فعلا لان هم بصوا عن محرك الكعربي اللي نأخدنا سيكشن او قطاع فيه هنلاقيه بالشكل ده ومع التبسيط والتركيز على جزء واحد من اللفات هنلاقي حارث T زعر معاني ومع الريديزاين ومحافظة على الانطباع ان المفروض يجيني من شركة تسلا بشكل عام هو انها شركة جاية من المستقبل وفي نفس الوقت بتقدم لوجو ريكارز فوصل الشعار لكده وهنا لو اخدت بالك ان الشعار فيه قصة كاملة وراه بتميزه ولكن مش بالضرورة ابدا ابدا انك تفهم القصة دي من اول مرة وانا كان شعار تسلا بقى كده وريحنا دماغنا اكتب ليلى في الكولينت اي شعار تحب نتكلم عنه المرة الجاي اشتركوا في القناة